السلام عليكم ورحمة الله شباب. آآ هنكمل مع بعض المعمل التاني. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند كنا وقفنا فين عند يعني الاقواس المتدخلة. اتمنى تكونوا فهمتوها. النهاردة بقى هنكمل آآ حاجة جديدة شوية. ولكن هي مهمة جدا. آآ في عندنا طريقتين ان احنا نكتب آآ نحول عندنا طريقتين. الطريقة العادية اللي هي اللي احنا اشتغلنا فيها في الفيديو اللي فات. الطريقة العادية خالص. وفي الطريقة باستخدام التلات اوامر دور اللي هو المومري آآ ريد ويه المومري آآ بوب. تمام? اكيد انتم سمعتوا الكلام ده قبل كده. في آآ مادة سابقة خاصة بحاسيبات. طيب. هناخد مسال عشان نعرف الفرق ما بين الطريقة العادية والفرق ما بين والطريقة اللي باستخدام التلات اوامر دور. لو افترضنا مسلا ان المسال اللي قدامنا ده عايزين نكتبه بالطريقة العادية اللي احنا درسناها. اول حاجة هتعمل لود لي الآي زيرو دوت زيرو. اند اي زيرو دوت واحد. تمام? اند اي زيرو دوت اتنين. تمام? طيب. بالوقتي هنكتب بالطريقة العادية خالص. قلنا لود اي زيرو دوت زيرو. اند اي زيرو دوت واحد. يعني وصلنا كده الحد هناك. الحد النقطة دي. طيب. انت عندك الاتنين دول مع بعض. الاتنين دول مع بعض. يبقى انت هتيجي هنا تكتب. آآ يعني انت عندك اي زيرو ضد زيرو. اي زيرو ضد واحد. اند اللي اتنين دول ار مع بعض. يبقى تفتح اي زيرو ضد اتنين ار ام زيرو. وبعد كده هتقفل ايه? هتقفل القص هنا. هنسيت اكتبه. هتقفل القص هنا كده. تمام? وبعد كده. في و بعد كده هترجع تاني من الاول. تعمل لت ضد زيرو. اند اي زيرو ضد واحد. تمام? وبعد كده تاخد البرانش اللي تحت. اللي هو ايه? اند ام واحد ستور في كيو زيرو ضد واحد. دي مش معنا. دي ملتوبة غلط. يبقى نقولي الحتة التانية دي تاني. اول حاجة احنا اخذنا البرانش اللي فوق ده. بعد كده يعني يعني انت خدت اول اتنين دول مع بعض. بعد كده جيت عنده النقطة دي رأت جاي واخده البرانش ده كده على بعضه. وبعد كده جيت برضو من عنده النقطة دي خدت البرانش اللي تحت ده مع بعضه. تمام? طيب. بعد كده هتقول برضو لوت اي زيرو ضد زيرو. تمام? طيب انت مبقى لكش غير الاتنين برانش اللي تحت بس. يبقى انت خلاص مش محتاج اي زيرو ضد واحد تاني. يبقى تقول لوت اي زيرو ضد زيرو. تنزل تحت كده. تاخد البرانش ده. اه اند اي زيرو ضد تلاتة. ستور في كيو زيرو ضد اتنين. طيب البرانش اللي تحت هتغض لود اي زيرو دوت زيرو اند اي زيرو دوت اربعة استور في كيو زيرو دوت ثلاثة لو انت ملاحظ من الاربع برانشات دول هتلاقي ان الاي زيرو اللود بتاعها تقرر كذا مرة يعني قررنا اي زيرو مرتين اوات اربع مرات تمام واي زيرو دوت واحد اتقررت اا مرتين تمام فتقرار الاوامر ده بيخلي الممر بتاعتك اا يعني تبقى الود اكتر يعني يبقى فيها اوامر اكتر تاخد وقت اطول في الاكسيكيوشن تمام فعشان كده قالك هتا ممكن تكتب نفس الكود اللي انت كتبته ده بس باستخدام التلات اوامر دول حاجة اسمها الممري بوش والممري ريد والممري بوب فعلوا كده نشوف معناهم ايه اا الممري بوش استاك والممري ريد استاك والممري بوب استاك باختصار كده يا شباب احنا عندنا جوه البي اللي سي فيه جزء من الممري اسمه استاك بتقسم تقريبا تمن اجزاء كده زي ما انت شايفين كل جزء ليه عنوان وعندنا حاجة كمان اسمها الاكيوميليتور الاكيوميليتور ده عبارة عن حاجة كده مؤقتة بخزم كده البيانات يعني عندنا مصطلحين جداد الاستاك عبارة عن ثمان اماكن كده جوه بتخزم فيهم البيانات. الحاجة التي تطلع من الاكيوميليتور أو بغض من الاكيوميليتور احطه في الاستاك. تمام? طيب. طيب الاستاك دي شغلت ازاي? لو مسلا مثلا يعني انا معايا اا مثلا الرقم واحد عايز اخزنه جوه الاستاك. طيب الرقم واحد او تخزن جهة الاستاك. طب معي كمان واحد عايز اخزنه جهة الاستاك. او معي مثل رقم اتنين عايز احطها جهة الاستاك. فقال لك ان الواحد بينزل ياما تحت والاتنين هي اللي بتبقى اهمة فوق. يبقى بالتالي دي زي الاستاك العادية بالزبط. اللي هي اخر حاجة بتدخل هي اول حاجة بايه? آآ بتطلع. طيب. آآ قال لك لو انت جيت في الكود بتاعك. والاةكين كنكشن زي دا كده? يبقى دي اسمها يبقى دي هتكيد بقىaperнетاتك هتعملوموري آآ بوش. طيب لو انت لايه زاي ده. يبقى انت كده هتعمل موموري آآ ريد. طب لو لايهية كونكشن زي ده يبقى انت كده هتعمل موموري بوب. طب ايه معنى الكلام دا بقى? لو انت رجعت للكود ده كده? طيب انت عندك هنا كونكشن اهو عامل ازاي؟ عامل كده? عامل بقى نفس اللي كنا بنرسمه من شوية. نجيب بس لون اوضح. مثلا ده. تمام? قد الكونيكشن هو يا شباب عامل كده. يبقى ده. طيب عندك كونيكشن زي ده. يبقى ده. طيب عندك كونيكشن زي ده اللي هو عامل كده. يبقى ده. دي بس مقدمة بسيطة بعد كده هنعرف ازي نستخدمها. طيب. الممري بوش استاك. من اسمها كده. يعني انت بتاوت حاجة تحطها جوة الميموري. بتاوت حاجة تحطها جوة الميموري. بتاوت محتوى الاكيموليتور بتاعك تحطه جوة الميموري. نفترض بس لن احنا هندخل واحد الاكيموليتور في واحد وهحط هنا في الاستاك. طيب الاكيموليتور بقى فيه اتنين وعايز يحط في الاستاك فالاتنين بتخش فوق والواحد بينزل تحت. تمام? زي الاستاك اللي عاديها بالزبط. طيب. آآ بالنسبة ليه المسال اللي احنا كنا واخدينه المرة اللي فاتت. المسال اللي احنا قلناه آآ من شوية. عايزين نحله بقى بس باستخدام التلات قوامر دول. شوفها بقى تبقى اسهل والله اصعب. اول حاجة شباب احنا هنعمل لود للاي زيرو دل زيرو. نفس الكود اللي فات بالزبط ما فيش اي مشكلة. كده. جب بس لون. ادي. عملنا لود لآي زيرو دوت زيرو. طيب. بعد كده قلنا عند الوصلة دي. الوصلة اللي قدامكم دي. دي. آآ قلنا ان هي دي ميموري بوش استاك. يبقى تروح جاي عامل ميموري بوش. فإن لا يحصل بقى عند الميموري بوش ديت. الاكيميليتور هياخد الاي زيرو دوت زيرو ده. يروح جاي حطه فين? يروح جاي حطه في الميموري. يبقى بالتالي الاستاك بتاعتي عند الخطوة رقم اتنين ديت بقى فيها اي زيرو دوت زيرو في العنوان الاولان ده. فاول مكان او فيه اول في الستاك. طيب. آآ وهتكمل الكود عادي بقى هتقول اي زيرو دوت واحد. نفس المرة اللي فاتت بالزبط ما فيش اي مشكلة. تمام? طيب. لو انت جت هنا تاني هتلاقي في كونيكشن برضو نفس اللي فات. كونيكشن نفس اللي فات اوه. يبقى ده ميموري بوش طيب لما اعمل ميموري بوش بقى يعني الاكيموليتور دلوقتي كان فيه ايه? كان فيه اي زيرو دوت زيرو اند اي زيرو دوت واحد. يعني هنا لما انا عملت اللوت لل اي زيرو دوت زيرو. انا انا بعمل لوت فين اصلا? بعمل لوت في الاكيموليتور. يعني الاكيموليتور دلوقتي بقى فيه الاي زيرو. طيب عملت ميموري بوش استاك فالستاك تخزن فيها الاي زيرو. بعد كده and i0 ضد واحد. يبقى بالتالي الاكملاتر ما بقاش في i0 بس بقى فيه i0 i0 and i1. تمام? فلما اجعم الميموري بوش تاني الميموري بوش ديك بتاود محتوى الاكملاتر كله تحطه في اللسته. فلو رحت عند الخطوة اربعة هنا هتلاقي العنوان الاولاني بقى فيه i0 and i1 والعنوان التاني بقى فيه i0 الاديمة. طيب بعد كده نفس الخطوة بالضبط احنا كنا وقفين هنا. هعمل انت هعمل انت للاتنين دول مع بعض. تمام? يبقى هقول انت. وافتح كوس. اي زيرو دوت زيرو. تمام? اور ان ام زيرو. دي دي نفس اللي فاتت بالضبط ما يفهاش مشكلة وقفلت الكوس هو التمام التمام. وبعد كده اعمل ستور كيو زيرو دوت ايه دوت زيرو. طيب. اه المفروض بقى المرة اللي فاتت لما رجعت تاني عشان اجيبي البرانش اللي تحت ده. البرانش ده. قلت لووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووحوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اي زيرو ضد زيرو اند اي زيرو ضد واحد زي المبطلقة اللي فاتت لا هروه هعمل مموري بوب. اللستاك مش كان اصلا متخزن فيها اي زيرو اه اند اي واحد كانت متخزنة في اللستاك. فكل الموضوع اللي انا هعمل بوب. بوب دي معناها ايه? معناها اه خد محتوى خد محتوى اللستاك الاولاني ده خده قط. يعني هتاخده من اللستاك مش هيبقى فيه نسخة منه في اللستاك. هتاخده قط. تمام? طيب لما تاخده قط ايه لا هيحصل؟ يبقى خلاص الاكيوميلياتور بقى فيه اي زيرو ضد ايه? اي زيرو اند اي واحد والاي زيرو هتطلع لفوق. بدل ما كانت في العنوان التاني هتطلع لفوق. تمام? طيب يبقى دلوقتي لو انا هنا عملت يبقى انا هنا مع اي زيرو آي واحد. بعد كده. خلاص انا مع اي زيرو اند اي واحد. اراح جاية بس عامل لها عند مع ام واحد. تمام? بعد كده راح جاي مخزنها في موضوع بسيط جدا. طيب تعالى هنا تاني بدل مع من لود اي زيرو دوت زيرو. ثم خلاص ثم هي اصلا متخزنة معاها في الاستاك هي. يعني الاستاك فيها اي زيرو اصلا. تمام? راح جاي عامل ايه? راح جاي عامل ميموري ريد ده. ميموري ريد. تمام? ميموري ريد لان انا انا ارتركوا الوصلة دي بتبقى ايه? الوصلة دي بتبقى ميموري ريد. طيب لما اعمل ميموري ريد يبقى انا هنا بتاعي في ايه? دلوقتي متخزن في ايه? ما انا اصلا بعمل ميموري ريد انا كان عندي الاستاك فيها اي زيرو فلما لما اعمل ميموري ريد يبقى الاكيمولياتور راح يتحط فيه اي زيرو. تمام? يعني بالتالي دلوقتي خلاص انا معايا الاي زيرو. يبقى راح اعمل عليها ايه? اروح اعمل بها ايه? انا معايا الاي زيرو روح اعمل للاي زيرو دوت تلاتة. وبعدين في كيو زيرو دوت اتنين. تمام? طيب. طيب دي برضو. الحتة دي يا شباب. كنا ان الوصلة دي يعني باخد من محتوى الايه? من محتوى طيب كان فيها ايه? كان فيها اي زيرو. لسه فيها اي زيرو زماية. تمام? لما اعمل هنا يا شباب. عند الخطوة دي كده. يبقى انا كده معايا اي زيرو هنا. طيب انا معايا اي زيرو خلاص. اروح على البرانش اللي تحت ااخد معايا اند اي زيرو دوت اربعة. في كيو زيرو دوت تلاتة. تمام? الموضوع سهل جدا. بس عايز بس سن التركيز مش اكتر. انا هشرحها تاني. اول حاجة ما تيجي تحل النوع ده من المساءل يعني. اتحاول لادر دا جرام الاستحدد الاول. فين الممري بوش? وفين الممري ريد? وفين الممري بوب. اول حاجة دي اه الوصلة بتاعمموري آآ ولبوري بوش. ودي وصلة برضو بتاع ممري بوش. ودي وصلة بتاع تمام? دي وصلة بتاعميموري ريد ودي وصلة بتاع تمام? موضوع سهل جدا? وبسيط. هادي التلات وصلات زي ما احنا شايفين انا كل واحدة تحدد لها هي ايه بلستر. طيب. هنيجي اول حاجة. تمام? بس انت هنا في وصلة هي يبقى الاول تعمل يبقى اول حاجة بعد كده عملنا آآ بعد كده هتعمل زي المرة اللي فاتت بالزبط. طيب بعد كده في وصلة تعمل طيب. فاول انت عملتها. اللي استك تخزن فها ايه? تخزن فها اي زيرو دوت زيرو طيب. اتني موره我不وش انت عملتها تخزن فها ايه? اتخزن فيها اي زيرو and واحد كمام? يعني ببقرتي الا اي زيرو عند اي واحد تعيه هتجي في العنوان الاولاني واي زيرو هتنزل في العنوان التاني. طيب انت واقف هنا ومعك اي زيرو انضا اي واحد. هتعمل اي بقى? نفس المرة اللي فات ان تفتح كوس ار الاتنين دول مع بعض ادي ان. افتح كوس ار الاتنين مع بعض اي زيرو دوت اتنين ويم zero وبعدكده في كيو زيرو اي دوت زيرو طيب. هنجي هنا تاني. كنا بنقود اي زيرو كمام? اه اي زيرو ضوت واحد وبنقود البرانش اللي تحت ده اللي هو الام واحد وبعدكده نخزم في كيو زيرو دوت اي دوت واحد. طيب انت اي زيرو ضوت زيرو اي زيرو دوت واحد هما اصلا معك في الاستاك يعني موجودين معك في الاستاك. فتعمل ايه هتعمل لهم ممري بوب هاد الوصلة بتاع الممري بوب لما تعمل ممري بوب بيبقى انت هنا معاك i0 and i1 هتعمل لهم and مع الام واحد تخزنهم في q0.1 اللي هو ايه اللي هو مكتوب هنا بالشكل ده طيب دلوقتي انت هنا طيب محتوى الاستاج دلوقتي في ايه انت خلاص عملت اه ممري بوب ممري بوب دي معناها انت خدت i0 and i1 قط قط من الاستاج يعني شلتهم خلاص من الاستاج فبقيلك بس i0 ايه هو اللي في الاستاج طيب هتيجي هنا عند الوصلة دي اللي تحت دي انت عاوز i0 ضد زيرو and i0 ضد اربعة طيب i0 ضد زيرو ما هو موجود في الاستاج يبقى اعمل له ايه اعمل له ممري ريد يعني اعمل له copy من الاستاج copy مش قط copy امام هافض نسخة منه طيب الممري ريد معاك كده معانا كده i0 هنا ايه بعد كده اعمل and i0 ضد ثلاثة and i0 ضد ثلاثة وبعد كده في كيو زيرو ضد اتنين تمام طيب برضو هافض i0 ضد زيرو مع اي 0 ضد اربعة طيب هنا دي الوصلة بتاع الممري بوب لما اعمل تم الاستاج فعل الاي زيرو ليه اروح اعمل له لوت تاني اروح جاي اعمل ممري بوب لما اعمل ممري بوب هعمل قط من الاستاج يعني هافض الاي زيرو والاستاج كده تبقى في ضيط يبقى اي زيرو and i0 ضد اربعة وخزنهم لفيه كيو زيرو ضد ثلاثة زي ما احنا كذبين كده الموضوع بسيط جدا طيب تعال نهض مثال تاني قلنا اول حاجة شباب هنعمل ايه هنحدد فين الممري بوب وفين الممري ريد وفين الممري اا اا هوفين الممري اا ممري بوش ادي الممري بوش وادي الممري ريد وادي الممري بوب ادي الوصلتين بتوع الممري وادي الوصلتين بتوع الممري اا اا بوش تمام اول حاجة هتقول аه لود اي زيرو ضد زيرو اند اا ام زيرو بعد كده هتقول チャンネルッ国 عندي الحتة دي كده يبقى الاستاج تتخزم فيها مين تتخزم فيها اي زيرو تمام اند ام زيرو. تمام. بعد كده هقول بعد ما عملت دي هقول اي زيرو دوت واحد دي ما فيهاش اي حاجة. طيب. دلوقتي انا عايز انزل على البرانش التاني. طيب البرانش التاني هو اي زيرو دوت زيرو. ام زيرو دوت زيرو. بعد كده هخطى مع البرانش ده. طيب ما هدول اصلا موجودين في اللستاك يبقى اعمل لهم بس. هعمل هنا. يبقى كده انا معي هنا اي زيرو اند ام زيرو. بعد كده اعمل لها اند مع مين? اعمل لها اند مع الاي زيرو دوت اتنين. موضوع بسيط. الوصلة هي بتاع الميموري ريد التاني. انا عايز اي زيرو دوت زيرو اند ام زيرو. بعد كده اند اي زيرو دوت تلاتة. تبقى دول موجودين عندي في اللستاك يبقى اعمل لهم ميموري ريد. يبقى هنا كده انا معي اي زيرو اند ام ايه ام زيرو اعمل لهم معادي واخذينها بدي. طيب اخر حاجة خالص ليه? هاخد من محتوى الاستاك. انا عاوز اي زيرو اند ام واحد برضو عشان ما فيش حد هنا يقول انت ليه ما عملتش برضو. تمام? لا انا بعمل عشان افضل الاستاك بقى خلاص انا انا خلصت شغلي فعايز افضل الاستاك. بعمل اي زيرو اند ام واحد. يبقى كده الاستاك فضيت واخدها معادي استور في دي. يعني اه مسال سهل وبسيط جدا مفوش اي واحد.